احتلال مبنى مهجور، أطفال على الطرقات، ضرر على البيئة، اعتداء على الأملاك العامة، وخطر أمني خمس أسباب كانت أكثر من كافية للتحرك من خلال السلطة المحلية وبعد مراعاة طويلة لأسباب إنسانية ضد وضع غير مقبول تسببوا فيه نازحين سوريين ببلدة جورة البلوط المتنية خاصة أنه أحد هؤلاء كان تم القبض عليه قبل فترة بتهمة الاشتراك بسرقة جرس كنيسة ببلدة النابة برمانة المجاورة هذا المبنى أصحابه هجروا من شيء أربع خمس سنين أخوانا السوريين يتوافدوا على المبنى لأنه شايفوه مبنى مهجور وبلشوا يتوافدوا عليه لأخر شيء صارت العملية أنه صار فيه سبت عيال موجودة بهالمبنى قاعدين دون مساوغ قنونة مالك العقار مش سمحنون يقعدوا بالعقار بس نحنا ما كنا عم نستدرك الأمور على أساس أنه الوضع بعضه مقبول وسوريين وإلى ماهم بس لما لقينا الوضع عم يكبر كل عائلة بتجيب عائلة تانية وكل عائلة تانية بتجيب عائلة تالتة صار الوضع يعني صار الكمية الموجودين 30-35 شخص موجودين بهالمبنى ما في لا ساعة كهرباء ولا في عيار ماي وولاد عطرقات زبالة أكلت الدنيا كلها لقينا أنه لازم نتحرك الوضع صار خطر علينا وعلى أهل ضيعتنا وعلى منطقتنا وإضافة أنه أحدهم توقف بجرم السرقة كان مشترك مع عصابة اللي أقدمت على سرقة الجرس بكنيسة النابة النابة تبرمينا الضائعة المجاورة التحرك حصل تحت سقف القانون وعبر القوى الأمنية اللبنانية وجهنا كتاب لسعادة قائم مقام المتن لأنه نحن هون بضائعة ما فيها بلدية توجهنا بكتاب لسعادة قائم مقام مرفق بكتاب من مالك العيار اللي قدرنا استحصلنا عليه عبر الإيميل وسعادتها تجاوبت بالموضوع بشكل فوري وسريع ومنقدم نشكرة نحن على التجاوب معه وحولته على فصيلة درك برمينا اللي كمان فورا جاوبه وحضره إلى المكان وأبلغوا الملكين لإبراز أو رائعهم الإنونية ومستنداتهم الإنونية وكيفية إشغالهم لهالعيقار بطبيعة الحال لما السوريين أو الساكنين بهالعيقار ما عندهم أي مساوغ إنوني ورائعهم كلها غير إنونية فتنا على العيقار مبارح بعد إخلاقه من السوريين وعم تشوفوا نحن وياكم الوضع كيف هو وضع مزري إلى أقصى الحدود ساعة الكهرباء مكسرينها وإخدين كهرباء ماي نبريش مباشرة لعيارات لعددات ومن خلال هالخطوة رسالة إلى المخاتير والرؤساء البلديات بكل لبنان ومؤشر واضح إلى أهمية دور السلطات المحلية بالتعامل مع أزمة النزوح بدعي جميع المخاتير جميع البلديات يتحركوا نتعاون كلنا سوا ونضبط الوجود السوري الموجود باللبنان وبالضياع وبالمناطق لأن الوضع أصبح لا يحتمل نحن تجربة صغيرة ونموذج صغير وهذا الضرر اللي حق فينا كيف على مستوى أكبر وأكبر وأكبر مشكلتكم صارت مع الدولة اللبنانية عبارة معبرة جدا وجهوا فيها بعض النازحين يلي عاندوا بالبداية أرار إخلاء المبنى المحتل دولة ما تتوحدت لا تحد من تحرك أي صعوبة ولا سيما بملف خطير مثل ملف النزوح ترجمة نانسي قنقر